اليوم صار في فقرة كوت مع مجدي مدري أمدح مدري أنتقد إيش رأيك بالفقرة بشكرا مدري والله أنا ما تابعتها طيب لكن داما كلت مدري فأنا أبذم احتياطا أقول لك ليش خلنا نشوف مقطع لها بعدين نرجع خلنا نشوف مقطع لكوت ونرجع لكم ونعود كوت ومن ثم نعود يلا ورونه الآن القادات أربعة رشفوا أنتوا الآن واحد يسحبها كلها الآن نمسح الكود ونشوف الإجابة إجابتك يا عبد الله كانت إجابة صحيحة ما شاء الله سبحانه ما عندي إيد السؤال زعل من بدر أربعة النتيجة الآن المركز الأول واللي حرق 12 غند هو فريق عبد الرحمن هو فريق فهد الدوسي حرق 8 غندات والله يا جماعة حس لو جاء نيوتن ومن عطني عالم ثاني في ذغورس وآينيشتاين وتكوا كذا مع بعض وشافوا النتيجة وشي شافوا المسابقة بعدين شافوا النتيجة ومحمد الفدينيو شافوا النتيجة كذا قال أولاو ما هذا مهامت الحين زيادة بعدين نقص بعدين فازوا بالسالب بعدين هم أصلا زيادوهم بعدين يبكي ويعتززين مجالة إلى الآن مدري إحنا كنا نسلك في ملاحظاتنا قبل أو كذا لو جاء مشاهد وشاف الفقرة ذي للمرة لولا ما راح يفهم أنا ترى واجهت صعوبة في المرة الماضية حتى هذه المرة ترى يعني لو حاولي يحدد وش طيب ليش خلال نعش غند طيب هل زيادة هذا جيد ولا مرفت فبيواجه صعوبة وهذا يشكال الأفكار العظيمة دائما سهلة ويمكن هضمها بسهولة طبعا هم عندهم عذر معين وجهة ناظر يقولون إحنا لو حطيناها نفس زيادة غند وحرق غند صارت نفس البرايم نفس الميزان فخليناها لعب على النقاط اللي يجي زيادة يعني حرق غند مالقدر فهمت انت فهمه بس هي خلاص إنه لما يجي زيادة أربعة يعني حرق أربعة مو كذا آسف خاصة كنسل السادة تدريش المشكلة يعني كل برنامج فيه هوية تمام هوية بناء على الهوية تقوم عليها الفقرات مثال برنامج من برامج فيه خطوات إضافة خطوات تنقص خطوات برنامج من البرامج إضافة نقاط خصم نقاط البرنامج بالضبط البرنامج عندنا هنا إضافة غند أو حرق غند إضافة الغند تقربك من الميزان حرق الغند يبعدك من الميزان بناء على هذه مفروض بقية الفقرات تقوم على الشيء هذا مثال إحنا في فقرة عيشين ريالة اليوم شفت والله أبو راشد متفاعل ولا مثلا سائد متفاعل سائد اليوم حنا نحرق لك خمسة غند خلاص نفس الطريقة كوت مفروض إذا فاز المتسابق حرق غند هو بقولك وينبسط على الشيء هذا قضية التناقضات ما بين الفقرات ما بين هوية البرنامج تسبب مشكلة عند الشباب حتى المشاهد وتخلي معلش تخلي في مسافة ما بين المتشاهد المشاهد ما بين البرنامج حتى أنا معلش في ناتا يعني قاعد أشوفي يجيني أرر في مخي يا رجل لا لأنا إذا توترت ومعد أفهم يجيني حك فكوعي فإذا شفتني حك كوعي يعرف أنه في شيء مو مفهم طيب أنا فهمكم الطبيعة المسابقة هي طبيعتها وشو أنا عندي أربع مراكز بنقاط ثابتة بمعنى المركز الأول المفريق يفوز كمركز أول يجي لك حرق 12 غند منتهين هلو الثاني حرق 8 غند الثالث إضافة 8 غند الرابع إضافة 12 غند جميل هذا الثابتة هنا ألعب في النص يعني تنافس في النص زيادة نقاط خصم نقاط مش عارف ايش تنافس 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 بعدين سيطلع لك مراكز المراكز هذه هتوزع عليها النتائج اللي قلناها يعني مثلا أنا جاني زايد أربع نقاط بعدين فلان صديقي جاه زايد عشر نقاط بعدين فلان جاه سالب خمس نقاط ترتفع على نقاطا هو الأول هيجي حرق 12 غند الثاني ثمانية بس ما تنقض الفكرة حانا فكرتنا في الغند نبعد عن موضوع النقاط هوية الثمانج عبارة عن الغند ليش حننستخدم النقاط هو طبعا الأفضل من وجهة نظري أنه نبتعد على النقاط نهائيا بمعنى أنه حتى التنافس في الغند يعني حتى التنافس في الغند يعني ما أحس أنه حيكون بذيك الصعوبة يعني أعتقد نحن نريد المتساعدة غير الميزان شوفوا حل نريد المشاركة ترى نقدر ما هو لازم نقاط إذا حننا خلاص مصرين الغند هذه فكرة البرنامج فكرة الفقرة مختلفة ما هو لازم نقاط خلوها مثلا زي مفاتيح الغندور صح اللي جمع أكبر هو المركز الأول تأخر عشر مفاتيح يعني في طرف نقاط في أمامي طيب عموما طيب خلونا نرجع للمواضيع عموما نحن شفنا الفقرة وفقرة جميلة وألف مبروك الفايزين هارد لك الخسراني أي أحد من الشباب عنده مداخلة أو تعليق أو شيء خص المسابقة يجينا عبدالفق